صباح الخير أعزائي كيف أصبحتم اليوم سنكمل معا حل تدريبات درس أسنان السليمة هيا يا بطل أحضر كتاب اللغة العربية وافتح كتابك صفحة 62 التدريب الخامس أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة ألف تمنى خليل أن فراغ أحلامه هل تمشي أم تتحقق أحسنتم إنها تتحقق فلنقرأ الجملة مرة أخرى تمنى خليل أن تتحقق أحلامه با وعدت هالة أمها أن فراغ البيت يوميا رائعين لنقرأ الجملة مرة أخرى وعدت هالة أمها أن تنظف البيت يوميا جيم أراد محمد أن فراغ على أصحابه هل يرحب أم يسلم أحسنتم يسلم لنقرأ الجملة مرة أخرى يا أبطال أراد محمد أن يسلم على أصحابه أخبروني يا ثالث ما نوع الأفعال هنا أحسنتم إنها أفعال مضارعة ولكن نحن نعلم بأن الفعل المضارع يكون مرفوع بالضمة أليس كذلك وهنا أتت الفتحة بنهاية الفعل لماذا يا ترى لنقرأ القاعدة معا هنا أتى الفعل المضارع منصوب متى يأتي الفعل المضارع منصوب يكون الفعل المضارع منصوبا إذا سبقته أداة نصب وعلامة نصبه الفتحة أدوات النصبية ثالث أن ولن وكي وهنا أتى قبل الفعل أداة النصب أن لذا أتى الفعل المضارع هنا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة أبطال والآن لننتقل معا للتدريب السادس أكمل الجدول شفويا على نمط المثال سنقوم هنا بتحويل الكلمات من المفرد إلى الجمع ثم سنكتشف معا نوع الجمع الذي ولد في التدريب هل أنتم مستعدون؟ فلنبدأ مفتاح مفاتيح مسمار مسامير مزمار مزامير أحسنتم من يخبرني ما نوع الجمع هنا؟ أحسنتم إنه جمع تكسير وما هو جمع التكسير يا ثالث؟ جمع التكسير هو ما دل على أكثر من إثنين بتغيير صورة مفردة وهو للعاقل والغير العاقل أحسنتم والآن لننتقل للتدريب السابع صفحة 63 أملأ الفراغ على نمط المثال رتب كتبه يرتب كتبه من يخبرني؟ ما نوع الفعل بالجملة الأولى؟ أحسنتم فعل ماضي وما نوع الفعل بالجملة الثانية؟ أحسنتم فعل مضارع إذن سنقوم هنا بتحويل الأفعال من فعل ماضي إلى فعل مضارع لنبدأ معا نظف أسنانه ينظف أسنانه درس طلابه يدرس طلابه قلم أظافره يقلم أظافره أحسنتم والآن لننتقل معا للتمرين الثامن والآن أحبائي لننتقل معا للتدريب الثامن أضعوا أنتما أنتم في الفراغ على نمط المثال أنتما لاعبان ماهران أنتم أصدقاء وأوفياء أنتما وأنتم يا ثالث من عائلة ضمائر المحاطب كنا قد أخذنا سابقا الضمير أنت والضمير أنت أنت للمحاطب المذكر المفرد أنت للمحاطب المؤنث المفرد أنتما ضمير محاطب للمثنى المذكر والمؤنث مثال أنتما طالبان رائعان أنتما طالبتان رائعتان أنتم ضمير محاطب للجمع المذكر مثال أنتم رسامون ماهرون لنحل التدريب معا يا أحبائي الجملة الأولى عاملان محلصان عاملان مثنى إذن سنضع أنتما لنقرأ الجملة معا أنتما عاملان محلصان الجملة الثانية طفلان مهذبان طفلان أيضا مثنى سنضع أحسنتم أنتما لنقرأ الجملة مرة أخرى أنتما طفلان مهذبان أولاد مفكرون أولاد جمع ماذا سنضع أحسنتم أنتم لنقرأ الجملة مرة أخرى أنتم أولاد مفكرون رجال المستقبل رجال جمع ماذا سنضع رائعين أنتم لنقرأ الجملة مرة أخرى أنتم رجال المستقبل أحسنتم يا أبطال كنتم رائعين اليوم إلى اللقاء وفي أمان الله